اشتركوا في القناة هنحل اول مشكلة وهنرحب به لانه خبير الاعشاب والمستاذ عصر اهلا بحضرتك نورتنا ده الشرف ليا كنت مع حضرتك هنتكلم النهاردة مع اول مشكلة هتقابلنا اللي هي هتقابلنا في البرنامج يعني اللي هي مشكلة السكر انا عرفت ان عندك اختراع للسكر تعرفنا عليه بفضل الله سبحانه وتعالى الاول برحب عزلنا مشاهدين وبرحب حضرتك في اول شرف ليا اني كنت معك في اول حلقة وانشاء قد نقدر فيدي المشاهدين جميعا احنا توصلنا بفضلها او مش احنا وفي خبير عشاب سويسري ومجموعة خبرى سويسريين توصلوا لعلاج اسمه سيوس بيتا او مركب ترياق 102 من اسمه سيوس بيتا اللي هو خلية اسمها خليل بيتا المسؤول عن افراز الانسولين في الجسم الخلية دي بتتوقف على العمل ولا تموت يعني بيقولك البنكرياس توقف على العمل لو مات البنكرياس بانفورة الجسم هل فوزه هي ترمي برا لكن ما ماتش لان هو موجود ومازال حي ومازال وصله الدم ومازال شغال لكن متوقف على العمل متوقف زي اللي عنده ترمب بنزين مثلا الترمبه موجوده وسريمه وزيه في العربيته بس الترمبه دي المسؤول عن دخل الانسولين عطلت فيها عطل معين هيتصلى هتمشي كويس اه مش هنرميه مش هنرميه فيها عطل وهنصلى العلاج بتاعنا ده اللي هو اسمه مراقب ترياق من شركة الرحمة العلاج ده بيقضي على مشكلة السكر تماما خلال شهر عبوة من دي فيها ستين ارس بتكفي خمساشر يوم بياخد عبوتين عبوة بتنزل مستوى السكر للمستوى الطبيعي اللي هو مثلا من تسعين لمائة وعشرين صايم او فاطر اه والعبوة التانية بتثبت بحيث انه ما رجعش مريض السكر تاني يعني عبوتين من دول في شهر بيقضوا على مرض السكر تماما بيخفوا خالص بيخفوا خالص بالتحليل بالتحليل طبعا وبعدين احنا بنقضى المتابعين مع المريض شهر هو بيكل عشر تيام بيتصل بيا بيقول لي يا دكتور او انا انا معالج مش دكتور مش طبيب انا معالج بالعشاب وخبير روحاني بيتصل علي بيقول لي والله انا تحليلي النهاردة عمل السكر كان مثلا 300 بقى 200 بنقول له رجع الطبيب بتاعه عشان يخفره الانسلين اللي بياخده او العلاج اللي بياخده يقلل الجرع اللي بياخدها طب انا الحمد لله بقيت 150 طب بقيت 100 خلاص ما بنوصل للمستوى الطبيعي بتاعنا بنتوقف عن اغز العلاج ده وبتاع الدكتور ونقعد مثلا 5-6 ايام ما ناخدش ادوية ونروح نحلل لان الحمد لله يا رب العالمين احنا ربنا شفانا بنستمر في حياتنا الطبيعية بنأكل طبيعي بنأكل طبيعي زي من الناس برضو نكون بحذر شوية كل فترة بنعمل تحليل لحد بنتأكد تماما ان احنا ربنا شفانا الكرس اديه طيب الكرس علبتين بيكفوا شهر كل علبة فيها 60 حباية بتكفي شهر هو محتاج العلاج بتاعه كله هو شهر شهر واحد شهر علبتين يعني احتاج كرس واحد اه كرس واحد علبتين بيعمل ازاي العلاج بتاعنا ده طبعا احنا الأكل اللي احنا بناخده فيه أنسورين الأكل الطبيعي بتاعنا فيه أنسورين اه اكيد والأنسورين اللي احنا بناخده من الدكتور في الطابلت أو في الأدوية اللي احنا بناخدها في الأنسولين مثلا القرص بتاعنا ده بيمتص الأنسولين وبيخزنه في البنكرياس في خليط بيتا وبيرجع يحفز الخلايا اللي ربنا خلقها موازية للخليط دي تشتغل تاني تشتغل تاني وترجع تنتج أنسولين مش من خليط بيتا من الخلايا اللي ربنا خلاياها احتياطية دي وخليط بيتا لما احنا بنخزن فيها الأنسولين بترجع تضخ تاني طبيعي فعشان كده حنقولي علاجة للمدة شهر اللي إن إحنا بنحفز البنكرياس شوية شوية لحد ما يرجع يشتغل المادة الفعالة اسمها روس بيتا وهي مسماة على اسم خليط بيتا المسؤولة على إنتاج الأنسولين جوه الجسم المريض بياخد حباتين قبل الفطار بربع ساعة وحباتين قبل العشاء بربع ساعة كفيلة إنها تقدع المرض السكر أيا كان من الدرجة الأولى من الدرجة الثانية وراسي كده يعني حتى لو خلاص بياخد حان الأنسولين ينفع ياخده لا الطفل أقل من 16 سنة لا أنا بتكلم على الكبار حتى لو بياخد أنسولين حتى لو هو معمول عشان اللي بياخد أنسولين يعني هو معمول أساسا عشان اللي بياخد أنسولين لأن اللي بياخد أنسولين ده موزعج شك طب نفس الكمية نفس الجرعة اللي بياخدها هي نفس الكمية وهو بياخد أقراص بس هي نفس الكمية نفس الكمية حباتين قبل الفطار وحباتين قبل عشاء كمية سابتة بياخد أي نوع من العلاج هو الكمية بتاعتنا حباتين قبل الفطار وحباتين قبل عشاء طب سؤال يا أستاذي بالنسبة للناس اللي حصل عندها السكر زاد عليها وبطرة أعضاء أو حاجة برضو ينفع دم عيها طبعا وبعدين النهاردة بيعضوه أنت تقصد القدم السكري أو مريض القدم السكري بره بيقضوا العلاج دلوقتي اللي وصل عندهم مرحلة البتر عشان ما يقررش معهم بطرة أعضاء تانية فبيقضوا العلاج ده وشيئا فشيئا بيتعافوا تمام منه في بعض الحالات نجحت المحصلهاش بطر اللي هما كان في بداية الغرغرينة أو في بداية التعب للقدم السكري أو الجزء المصاب لما استمروا وخدوا كرسو مكسف من العلاج ده بفضل ربنا ما حصلش بطر ديهم يعني الناس اللي تنبهوا للموضوع ده وخدوا بدري واستمروا عليه بفضل ربنا ما حصل لهمش بطر إلى جانب إنه هو الإنسان اللي هو الطبيعي كل 30% من مريض السكر بيجيلهم قدم سكري لا سفقه عشان فيه أهمال بيبقى حكله العلاج ده بإذن الله لدول ولدول للمريض السكر عموما بتمناش لحد طبعا إنه هو يوصل للمرحلة دي من المرض ونرجو من المريض السكر يبقى حريز جدا في تعاملاته يفضل يبقى لابس دايما للصندر الطبي بحيث إنه هو ما تعرضش لأي لجروح ولا حاجة وشاف الله الجميع وعفاهم ونقدر نكون أنجزنا حاجة بس تدخل بس مع المصريين أكيد المشكلة دي بيوت كثير من بيوتنا والناس بيتعاني منها نحن بقى إنه ستة شهور بنروج للعلاج ده في مصر الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا نقدر نقول فوق التسعين في المئة ربنا واخد براءة اختراع عليه؟ آية فإنه بس مش من مصر للأسف هو مساجل في وزارة الزراعة وبره من نظامات في هولندا وفي النمسا وفي السويسرا بلد المنشأ بتاعه مصرح بيه وبتعامل جبيد طبيعي جدا بس ده عشان مش منتج طبي فمش مرخص هنا ده منتج أعشاب فمش مرخص بغضة الصحة مرخص مزارة الغذاء والدواء العالمية بره لكن هنا لكن في مصر جاري دلوقتي تقديم أبحاث عليه إنه ينزل في شكل صيدالي إنما هو حاليا في شكل الأعشاب فمش مصرح بيه مزارة الصحة لكن تدوله عادي عادي جدا إن شاء الله لا فيش مشكلة عام سويدية حضرتك طبعا نفن رب ناخذ طيب عايزة تكلم في نقطة تانية بالنسبة لل لو مثلا حد حبي ياخد العلاج مع الأعشاب في مشكلة جايز خايف لازم ياخد ده مع ده أنا بقول لإنه لأ بعد ما يخف بعد ما يخف هو بعد ما يخف مش ياخد علاج خالص ويقعد مثلا إسبوع نور مالطبيعي إيش حياته طبيعية ويروح يحلل لأ نفسه الحمد لله سكانه منتظم وثابت على الدرجة اللي الدكتور نصحه بيها إذا كان مية وعشرين في بعض الحالات بيوصل لفطر مية واربعين ده مسموح بي إذا ثابت على كده خلاص هو بييش حياته طبيعي بس برضو يكون بحذر كل فطرة بالتانية من التحليل يتطمن عن نفسه طب فيه تجارب علاج خفر كتير جدا عندي أنا للأسف بس اللي بتاعمش معين كنتو فرقتم مع الناس بتشكرني من جميع عن حق مصر وسعودية ومن اليمن ومن الكويت ومن دول كتير جدا خدوا العلاج والحمد لله فضل ربنا شفاهم تماما يعني ممكن نصطديف منهم حد معنا في الحلقات الجاي ممكن الحلقات الجاي احنا مع حلقات كتيرا إن شاء الله ممكن نصطديف منهم إن شاء الله احنا مع بعض الشهر ده أكونوا بإذن الله وانا بقول على الهواء لجميع الناس اللي سمعيني اللي خدوا مني العلاج وربنا شفاهم عليه لو يشرفونا في مدينة الانتاج الإعلامي تحت عمرهم يعني جميع الناس اللي دعوا مفتوحة لجميع الناس اللي خدوا العلاج بتاعنا وربنا شفاهم يشرفونا في الحالة القادمة ده هيزود ثقة الناس وهيديها أمل أكتر أكيد فإن آه بإذن الله إن شاء الله طيب بالنسبة بقى أنت كنت قلت لي حاجة قبل الهواء بتهم السيدات بالأخص يعني إن فيه مصك بنعمله بيرجع البشرة شباب آه أنا عندي مصك اسمه مصك الكولاجين آه آه أنا ضفت عليه آه زيت كبد الحوت ده بيعيد الخلايا لطبعتها يعني مش هقولك مثلا تستخدمي شهر لا ده هي ساعة زمن هتحطي المصك وتسبيه على وشك آه نص ساعة مش ساعة هبصت للوقت هتشد البشرة بيخفي النمش وبيخفي التجعيد فوري مش هقولك بكرة ولا جربي بعد أسبوع وقتين يعني ممكن والمندوب عنده حضرتك تستأذيني تخش المصك تحطيه وتسبيه على وشك مص ساعة هتلاقي شد البشرة تماما كولاجين طبيعي فيه سمك الغضريف فيه زيت كبد الحوت آه آه بوتكس طبيعي يعني ده حاجة طبيعية 100% لاش أي ضرر آه تقدر يتنامي بيه عادي مش مضطر أن تمسحيه وتخسيلي زي الميكاب العادي لا ده منتك طبيعي 100% وآمن جدا وفعال ونتيجة فورية خلال نص ساعة مش هقولك ده تستمر عليه لا ده حضرتك خارجه عندك مشوار بتحطي المصك آه تسبيه ينشف بتلاقيه بيشد للوقات هو فيه منتج أمريكي بيدي نفس النتيجة هو هو نفس المنتج بس ده كل جين بس ده غالي قوي غالي جدا بيوصل لحوالي 1800 دولار يعني آي وصح المنتج بتاعنا كله على بعضه عبوة زي كده عاملها 350 جنيه بتكفيك شهرين تقريبا تمام لاني انت بتاخدي منها زي ما بتحط أي كريم أساس للوش حضرتك بتحط الكريم بت تدليك البشرة للمدة خامس زيه وتسبيه تب فوائده ايه واسمه ايه آهاسمه اه كولجين طبيعه اسمه كلجين طبيعه لانه المنتجات مش منتجات الشركة يعني انا منتجات شخصية فاسمه كلجين طبيعه آه أو منتج الشيخة الصاري آه حضرتك اللي مستنعه آه يا فان فوائده بتحط على البشرة بيداري التجعيد بيداري النمش آه بس أنا للأسف مش بينهي على التجايد يعني بعد ما بروح مستوى المكياء ما بيتشال من على الوشك بترجع وشك تاني إنما مع الاستمرار بيشد فعلاً البشرة لكن إنتي هتحطين نهاردة بكرة تقول يا دكتور الله ده وش يرجع تاني آه يا فنم ده معمول للخروجة إنتي خارجة إنتي عندك حفلة إنتي عندك حاجة آه يعني مش مثلاً ممتد المفعول ممتد المفعول مع الاستعنام مع الاستعنام يعني لو يستخدموا كل 3 أيام يعني مرتين في الأسبوع في نهاية العبوة دي بتكفي شهرين المنتج ده باستخداموا اللحظي أو إن أنا رايح أحفلة يجيب نتيجة معزومة في عيد مدد حد من صحباتي فرح حد ما عارفش أعايزة أظهر بمظهر براك آه بيجيب نتيجة فورية لكن على المستوى البعيد إننا باستخدموا مرتين في الأسبوع بيشد البشرة حقيقة لكن بكرة لما تحطيه تمساح تلاقي بشدتك زي ما هي هتلاقي لا هتقولي الرجل دي حكي علينا لا يا فندم ده اللحظي ده بتاع اللحظة اللي هي الحفلة أنا رايحاها التصوير حضرك مثلا مزيع وعندك برنامج وفي خربوش حصل في حاجة وإنت عايزة تدريها بتغديل كل جن ده بتعملي مصكب لحضرك نص ساعة بياخفي الكلام ده لكن على الاستخدام الطويل بيشد البشرة حقيقي وبيديكي سن أصغر من سنك بعشرين خمس وعشرين سنة بيش حضرك طبعا أنا عارف إن حضرك ده سنك بعشرين سنة لا أنا خلاص تلعتاشر بيدي منظر للسن أصغر عشرين خمس وعشرين سنة من السن الطبيعي ما بيعملش زي البوتكس اللي هو الحقن الحقن ده بيخلي الإنسان عامل زي السنة مفيش روح مفيش تعبير مفيش تعبير لا ده بيتحرك طبيعي جدا لإن ده وشك الطبيعي مش ماسك معمول ده مادة شربها للجسم فشدت التجايد وشدت أخفة الهالات اللي على الوشك بيتعامل ده يا أستاذي بعد قبل الميكوب قبل الميكوب ومش تريب إيه محتاجة الميكوب يعني والله يعني انت هتعمليه قبل الميكوب بساعة مثلا يكون جسمك تشربه بعدين عمل الميكوب اللي انت عايزه انت من نظرات الوجهه هو الشدة واللمعة هو بدي لمعة جميلة هلاحظ فمش هتلاقي ان انت محتاجة الميكوب بإذن الله إلا إذا كان روج إذا كان مسكرة أو ليلة الحاجات اللي هي الخفيفة دي لكن كرونق البشرة لا لا فضيع حاجة كوسك طب أفرق إزاي إن كان مثلا المنتج ده أنا جبته من بره أعرف إزاي إن كان ده مضروب أو سليم إزاي أعرف أفرق من المضروب والسليم بالنسبة انت عارف المنتجات بتتقلت تمام بالنسبة للكولوجين بتاعنا في حاجة كويسة جدا لو جبت أي لون وحططيه على الكولوجين بتاعنا مش هينصبغ بيه هيفضل نفس اللون هو بتاع الكولوجين النقطة اللي جي عليها يعني مثلا جبنا ألم فيه ألوان وحطناه على البوقع دي هيطلع الألم زي ما هو مفيش اللون ده تاني حاجة المنتج بتاعنا مش سايل زي المية ومش يابس زي الجيلي مثلا لا هو ما بينه بينه ما بين السيولة والزوجة لازج شوية التالت حاجة انت هتحسيه على البشرة مجرد ما حطط البشرة تحاجة حابة تشد زي حد بيموت أستك كده اه تحس كده الوش بيتشد اه اه الى جانب انه هو ما بينعملش حسية في بعض الكريمات وبعض الحاجة لازم بيحصل فيها حسية بتحصل لا ده الحمد لله بيعالج الحسية تمام اه يعني الناس في بعض الناس من الكريمات بيعازة تهرش او تحك مكانها لا ده بيعالج الحسية دي اه الى جانب انه هو مش بتحتاج معاك ريم التفتيح لانه هو اساسا بيفتح البشر عنده بيعمل حاكتين تفتيح وشد البشر اه فيه اثار حاب الشباب بتروح بس اثار حاب الشباب بتروح خالص خالص اه مش بترجع بعد ما فيه اه بس برضو مع الاستعمال مش من اول مرة من اربع اخمس مرات فيه الحاب الشباب بيسايب بقع مكانه صمراء او ندبات كده لا بتروح اه ده منتج اه هو فيه زيه في السوق كتير بس الفرق ان انا السرعة بتاعت المنتج بتاعي انا نص ساعة بتلاقي خلص انت عمل النتيجة ودهك النتيجة اللي انت عايزها ما بتحتاجيش تروح الكوفير المبالج الطائلة بتصريف ما بتحتاجيش النيت الضيوقة كتير ممكن حضرك وانت بتاخد شاور تعمليه عادي جدا اه لو مستعجلة بالسشوار تماشي للسشوار عليه كده اه هو الساخش اه سخن ولا بارك لا سخن اللي هي اول درجة مش سخن اه 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 هتلاقيه على طول الشدة معك يعني ممكن ثلاث دقيق او مروحة اه يعني ثلاث دقيق بالزبط هتلاقيه انيشف وبقيت تمام مستعدية لأي خروجة مفاجئة جاتلك عنتي تصعليك فجأة عندك برنامج تصعليك فجأة انا عندي مشوار اه وعايزة تظهري بمظهر كويس مش لسه روح للكوفير والنهار دا ريتمي كوفيرات قفلين او ساعة 8 وفيش لا انا فوري بعمل كده فده اه اولا كمان مروش اي اضرار على البشر بال بالعكس هو مع الاستخدام بيداري كل الندبات بيداري كل التشوهات او بصور السودة اللي مكان الشعر وقدور الشعر وكلام ده بيغطي كلام ده كله طيب واللي حبيب يحصل عن منتج يتصل الرقامي على 00331771 اول ارقام اللي موجودة على الشاشة قدام حضاركم 011 55877110 او 0534718 طيب يوصلوا لحد عنده المنظوم او طيب لو سمحت عايزة اقولك احنا كل حلقة من الحلقات بتاعتنا عايزين نختمها بالصيدلية الربانية تمام فياريت تقول لنا شوية حاجات كده والمشاهدين الكرام بتوعنا يكتبوا معانا علشان خاطر نستفيد يعني تحبي مثلا نبدأ بايه او قول لي مثلا امراض الكلة امراض الكلة لو في حد عنده كلة وبيغسل كلة مش لسه تعبان او لا لو تعبان اشد تعب وبيغسل 3 مرات في الاسبوع كمان مش مرتين او علاج رباني بارخص الاتمان بس برضو مع الاستمرار اه هنجيب ربع كيلو لبان دكر وربع كيلو سمغ عربي اه وربطيتين بقدونس كل يوم البقدونس الطبيعي اللي احنا بنحطه على السرطة تمام اول بقدونس نسمع عنه حلو هناخد معلقة من السمغ ومعلقة من اه اللبان الدكر ويدغله على كباية مية ونشربهم كل ثلاث ساعات او كل اربع ساعات هناخد كباية من ده مش عريق بس يعني لا يعني المفروض من اربع لخمس مرات في اليوم اول اسبوع بعد كده مرتين اتنين في الاسبوع الكزبارة هتتغيسل كويس جدا خلي بالكوا عشان الكزبارة بتبقى في الجدور بتاعتها طين كتير لا احنا دواتي عشان كورونا وكده كله بيغسل كويس جدا لا لازم تتغيسل كويس جدا وبعدين تتغلى في حالة مية وتتحط في ترمص واشرب منها كل معطش بعد ما اشرب مية عادية اشرب ده والله لو كانت الحصوات كيلو في الكلة لو كان تلايف كامل في الكلة لو كان فشل في الكلة نهائي مع الاستمرار في العلاج ده والكلام ده عن التجربة وحاجة ببناش ما ببيحهاش انت اجيبها من الصيدالية اجيبها من عند العطار والله لو بيغسل ثلاث مرات في الاسبوع بعد واحد وعشرين يوم من استخدام الوصفة دي طبعا كل يوم بتحسن واحد وعشرين يوم هيبطل غسيل الكلة طيب بص فرصة ان احنا طبعا عارف الازمة بتاعت كورونا والناس كلها تعبانة والناس كلها متخوفة ايه قو المناعة اللمون والتوم والبصل دول بسرنا الرسول قالك كيفها? عجبت الاماتي كيفها امرود وندهم البصل والثوم البصل والثوم دول اقوى حاجة الحبيثين حه الخبيثين البصل والتوم و اللمون دول اقوى حاجة عايزة تخسي عايزة licensing عايزة ال багور والنشاط عايزة تقضي على جرسوم الهم ما عنده التوم بيقضي على جرسوم المعده طبعا إذا ما كانش فيه قرحة معدة يحذر مريض قرحة المعدة أن ياخد ثوم الثوم ممكن أبلعه بلا أنا بخايفهم الريحة أروح مخارطاه حيات الصغار كده وأبلعه على كوبة مية عشان ما يبقاش فيه ريحته فيه وقي ولو أنا أكلت الثوم مدغته وعايزة الريحة بتاعته تروح عادي نعناع نضغم نعناع أقدر نضغم سبحانه طبيعين هو على الريحة دي تبني هنكمل معاك استعدالية الربانية بتاعتنا وهنختم دولاتها شنوات الحلقة وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله نتظرونا لسوء قادم